على خلفية التقارير أفادت بفرض عقوبات أوروبية على شركات صينية بسبب التعامل مع روسيا حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من استخدام الأزمة الأوكرانية كذريعة لفرض العقوبات مضيفة أنها لن تكون إلا انتهاكا جسيما للحقوق والمصالح المشروعة للشركات ودعاية إلى ضرورة التعامل وفق المصالح المتبادلة بين الطرفين ترى صحيفة الصين اليومية أن الاتحاد الأوروبي يسير في خط رفيع بين الحفاظ على مصالحه وتقليل التعرض لما يسمى بالمخاطر المترتبة على استراتيجية بكين تقرير نشره المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي عام 2022 ذكر أن هناك علامات على أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن علد الشركات المستوردة في الاتحاد نمى بشكل مضطرد ووصل إلى رقم قياسي جديد بأكثر من 1.2 مليون في عام 2020 رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا فأن اقتصادات الاتحاد الأوروبي والصين أصبحت مرتبطة بشكل عميق ومتزايد إذ شهدت التجارة الثنائية بين الجانبين نموا مضطردا ووفق بروكسل فإن حجم التجارة الثنائية يتجاوز نحو 2.5 مليار دولار يوميا وفي حين أن بعض صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي يروجون للمخاطر من الصين فإن الشركات والمستثمرين الأوروبيين ينظرون إلى البلاد من منظور مختلف إذ تنمو التجارة الثنائية بقوة بالنسبة لبعض أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا كما أن العلاقات الاقتصادية مع الصين ببساطة وثيقة للغاية بحيث لا يمكن قطعها وفق الصحيفة